قانون المحروقات يزيد زخم الشارع الجزائري توهجا امام البرلمان احتج جمعات الجزائريين على قانون المحروقات يقولون انه ليس من حق حكومة تسيير الاعمال اقراره وانهم يهدفون لاسقاط هذا القانون المثير للجدل يقول المحتجون ان القانون المقترح اكثر سخاءا مع المستثمرين بمنحهم قدرا اكبر من الحوافز الضريبية وخفضا للرسوم الجمركية وبينما كان المحتجون يتظاهرون ضد هذا القانون صادق مجلس الوزراء برئاسة الرئيس الموقت عبدالقادر بن صالح على قانون المحروقات مجلس الوزراء برر هذا القرار السريع بوجود مخاوفة من عجز هيكلي بين العرض والطلب الوطنيين ابتداء من عام 2025 يهدف قانون المحروقات الجديد الى جذب المستثمرين الاجانب لمساعدة الجزائر على زيادة انتاجها من الطاقة لكنه لن يسمح في حالة اقرار البرلمان له بتجاوز ملكية الاجانب تسعة واربعين في المئة ورفض آلاف الجزائريين المشاركين في الجمعة الرابعة والثلاثين الاخيرة للحراك الشعبي المساعي الهدف لإقرار تعديل على قانون المحروقات الحالي ويتمد اقتصاد وعائدات الجزائر بنسبة كبيرة على قطاع الطاقة